اشتركوا في القناة صار لنا بنشتغل فيها حوالي 3 سنين والحمد لله اليوم الشركة صارت كبيرة بالأفرع الخمسة اللي موجودة عنا بالموظفين اللي عنا بالخدمات اللي بتقدمها لآلاف من الناس حالياً في الأردن ومن زوار الأردن طبعاً كون الإنسان رائد أعمال أو رائدة أعمال بيتطلب منه كتير من الأشياء وفيها الجانب الكويس والحلو وفيها الجانب اللي هو الجانب المتعب الجانب الحلو في كون الواحد رائد أعمال إنه هو الفكرة بتكون جاي من عنده وهو فكرة مآمن فيها وحاببها وعنده كل الشغف وإنه ينفزها فهذا الإشي بخلي الواحد يفيق الصباح بحلم بالإشياء اللي بده يعملها في النهاره ما بخلص النهاره وخلص كل اللي عليه دايماً فيه إشياء بده يعملها ويشتغلها ويسويها ولما بتحقق أي نوع من النجاح فهو النجاح بيحس فيه كتير كبير وبيحس فيه كتير حلو لأنه سعى له كتير وفكر فيه كتير وما نمش ليالي كتير واستشار ناسي كتير وأخذ منه من وقته من جهده من بيته فهذا الحكي هو من أكتر الإشياء هو النجاح لما الإنسان بنجاح في ريابة الأعمال هي من أكتر الإشياء اللي بحس الواحد فيها والسعادة من خلال كونه رائد أعمال طعبة لما يكون الواحد رائد أعمال ومسؤول عن شركة والشركة فيها موظفين وأنا مسؤولة عنهم ومسؤولة عن رواتبهم بآخر الشهر كل واحد منهم عنده عيلة فالواحد بزيد من مسؤولياته اللي موجودة عنده وهذا الحكي بخليه يشتغل 24 ساعة ولما أقول 24 ساعة حتى وأنا ناعمة بأوقات بحلم بإشي قرار بدي أخذه اليوم ولا بكرة فهو رح في البال شوي بده يضحي الواحد فيها مقابل طبعا الإشياء الحلوة اللي بشوفها في ريادة الأعمال نحنا اليوم وصلنا لمرحلة إننا قربنا نغطي معظم المناطق اللي في الأردن اللي ممكن إننا نحط فيها خدمة الدليل الصوت والإلكتروني وحالياً في عنا مخططات لحتى نطلع للدول العربية المجاورة اللي منها سوريا ومنها لبنان ومنها دبي مصر البحرين السعودية لكن هذه قفزة بالنسبة إلنا ولازم قبل ما ناخد هذه الخطوة نكون أثبتنا حالنا في الأردن لأنه أنا ما بعتقد إنه خرج نطلع برا الأردن قبل ما نكون متبتين حالنا في الأردن والحمد لله اليوم وصلنا للمرحلة اللي إحنا موزدين متواجدين فيها بمعظم المناطق اللي ممكن إنها تستغل خدمتنا والمرحلة الجاي بإذن الله اللي هي السنة الجاي رح نبلش في إحدى الدول العربية المجاورة نحس ضروري للنجاح الأصحاب هم مشاركة في كل أمور الحياة وبدونهم صعبة شباب راس مالنا للمستقبل المجتمع هو البستان اللي إحنا منعيش فيه الأردن هو وطني وراسمالي اسميها لزواتي كاتخدا شركتي اسمها إيزي إمفو أو الشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب نعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واستغلالها في القطاعات الخدمية المختلفة تأسست الشركة أولاً سنة الألفين واربعة لكن في الألفين وسبعة بلشنا نقدم خدماتنا اللي إسمها الإيزي قايد واللي هي معنية باخطاع السياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر